بعض الرسوم التي عرضت في دار العبداللية من بينها صورة كتبت سبحان الله بالحشرات وفي نهايتها رجل معلق من رقبته صور أخرى لأنصف محجبات في بحر من الحجارة وكأن تحب الرجل صورة الأخرى شخص يركب حصانا رأسه إنسان وفيه تشبير البوراق وفقه شخص يقول أنه لقصوا به فتصوص صلى الله عليه وسلم صورة لأحد المنتقين وهو يتحفمه أن يبه بارزة وكأنه شيطان ربما هذه الصور قد تستفز قريئها لو كانت تعطينا الكراءة لأرسيم أسباح هو الوقت غير ملائم رقيقة إذا ما أوقع هذا المسألة يعني لكن ما أريد أن أبينه بالنسبة إلى الحزب الجمهوري الحزب الجمهوري بلغ أن هناك التهديد السلفي يعني العارضين في القصر الأبدالية فيما يسمى مهرجان أفناني من الطيبة يعني هذا التهديد السلفي هناك رسائل بلغت إلى جهات إلى حقوقيين إلى مشطات سيرسين تم التنقل للقصر الأبدالية إلا لتسويق هذه اللوحات أو لتزكيد هذه اللوحات أو للترحيب بها لم يكن أحد يعلم بمحتوى هذه اللوحات إطلاقا ربما يعني حتى الذين طافوا في المعلة طافوا في الجزء الصغير هنا معنى تصريح النجيب الشابي مثال لم يكن على تصريح النجيب الشابي وغيره ذهبوا تحت عنوان عام هي حماية الحرية والحيلولة دون حصول تجاوزات في هذا الأمر طيب تصريحه في حماية الحرية هذا يعني يتفق فيه الناس هو تصريح النجيب الشابي تصريح حزب التكتل قراته هذا الصباح ربما أقوى حتى من نجيب الشابي لكن الأمر يعني الجهاد السياسية مدعوة إلى أن تدافع الحرية تدافع البتاعة هذا أمر منتفق عليه بقيه لأن نجيب الشابي يزكي هذه التجاوزات هذا هنا جاء التشويع وهنا جاء الطويف وهنا جاء التجاوز فينا بأننا نعمل بالجمهوري من هذا التجاوزات في المثير المقدسات أكيد سيشتروا بيانا في هذا ودعا البارح يعني نجده على موقعه دعوة إلى الهدو وإلى عدم يعني تغذية الاحتكام في هذه المواضيع ولكن أكيد سيشتروا بيانا نحن ننوخ بالمرة على المساس بالمقدسات ليس المقدسة الدينية فقط بل حتى الذات الإنسانية نعتبرها مقدسة ودعني أقول هنا أن الجهات والأطراف تنتسب إلى الدين تخرج صور لذوات الإنسانية في أشكال مختلفة أبشع من الصورة التي حدثتني عنها أنسان ملتحي وأن يوجهه بارزة إلى غير ذاته هذا أمر فيسبوك مليء به وهو أمر في الحقيقة مسيء نحن ينبغي أن لا نسيء المقدسات ولا نسيء أيضا لذات الإنسانية هذه الأمور كلها كلها ينبغي أن نكون متفقين حولها وينبغي أن ننزلك طار فيها هذا المسال بقي أنا أؤكد أن من ذهب من الحزو جمهوري أن يعرفهم يعني ذهبوا بتحت عنوان حماية الحرية بقي هل كانوا يعلمون يعني بالضبط ماذا كان يعرض داخل هذا أؤكد لك أنهم لم يكنوا على علم بذلك وأؤكد لك أنهم لا يكررون ذلك وهذا أمر مفروغ منه ولكن مع الأسف ثم أطراف تريد أن تشغل بيرسي بوليس أخرى بيرسي بوليس أخرى بهذا الأمر وأمر يعني تصبح له أبعاد سياسية وأبعاد انتقامية وأبعاد غير سليم سواء الأخير هل أنتم مع متبع التضائم من يسير المقدسات في هذه اللوحات ولو كان بعنوان الإبداع نعم أعتقد أن هذا في كل دولة في العالم هناك خطوطهم من يتجاوزها من يسيرها النيابة العومية هي الجهة المخولة الوحيدة وليس السلفين السلفين ليسوا قوة عضلية مخولة لها بأن تحاسب هذا أو تقاضي هذا أو تحكم لهذا النيابة العومية هي الجهة التي ينبغي أن تتولى البحث في هذا الأمر وإذا كان هناك التجاوز ويحكم المقدسات لها أن تقوم بالجزم أهلا مستوى القضاء سوكي سيما سباك عشان نعم ترجمة نانسي قنقر